افتتحت وزارتاء العدل والتخطيط مكتب توفيق الشهر العقاري بمدينة نصر وذلك ضمن 220 مأمورية أخرى من أجل التسهيل على المواطنين في تسجيل ملكياتهم العقارية واستخراج الخرائط الديناميكية والرقمية والرفع المساحي وذلك للحد من انتشار المنزعات القضائية بينهم يقدم الشهر العقاري خدمات مختلفة بعد تطويره من أهمها تسجيل الملكية العقارية لما يوفره من حماية في المعاملات العقارية وما يوفره أيضا من سهولة للتعرف على المركز القانوني لكل عقار والحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة وزارة العدل أبرمت العديد من البرتكولات مع كافة الجهات ومع كافة الوزرات من شاء لها تقليل الوقت وتقليل الخدمة وقلة المسندات وبالفعل معاني الوزير لما صدر القانون وصدر تلاحة تنفيذية والجاسياته بعمل نمازج معينة محدد فيها المسندات الواجب أرفقها وحدد فيها سهر التعامل في كل الوحدات ده سمرت تعاون مع القطاع الخاص وأيضا مع وزارة التخطيط وهيئة الهندسية لقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية المركز دوت مأمورية شهر مدينة نصر تاني ومركز للحصول على الوسائق الخاصة بالشر العقاري وأيضا مكان مخصص لإدارة المساحة العسكرية للمواطن يستطيع أنه يتقدم ويحصل على البيان الرقمي المساحي من هذه الوحدة بحيث أنه يقدر يستكمل الإجراءات وفقا للنمازج اللي عملنا مؤتمر صحفي يوم الثلاثة اللي فاتوا مع الوزير التفضل يعني وعرض تلك النمازج الستاشر نموذج كل نموذج فيه ثابت فيه المستندات اللي هيقدمها المواطن وثابت فيه المبلغ المحدد لذلك النموذج إنه مجرد تقديم هذه المستندات مصدح الشارقة هي تاخد إجراءاتها فورية